إدمان الألعاب الإلكترونية خطر كبير جداً بيهدد بعض الأطفال والمراهقين اللي بيمرسوا هذه الألعاب لفترات طويلة ده طبعاً بكل تأكيد بيأثر عليهم من الناحية السلوكية والطبية وبيأثر كمان على النشاط اليومي والطبيعي للطفل ممكن نتكلمنا كتير قوي في حلقات كتيرة عن إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية والموبايلات والسوشيل ميديا في عمر صغير قوي وقلنا أنه السن الـ 12 سنة هو ده السن المناسب اللي يمكن أبتدي أديهم الموبايلات أو الألعاب الإلكترونية واحدة واحدة يعني ساعتين في اليوم بالكتير تكلمنا عن الموضوع ده في حلقات كتيرة لكن ما كناش تكلمنا عن إزاي نعالج ده خطوات اللي أنا محتاج أعملها تساعدني على علاج ابني أو بنتي من ألعاب أو إدمان الألعاب الإلكترونية أو حتى الموبايل لأننا نمسكه بس عادي في إيدي كده وفضل أو التعب أو غيره أو غيره وفضل سرحان بالساعات عليه ضفتنا الدكتورة ولاء شبانة استشاري الصحة النفسية والعلوم السلوكية والخبير التربوي من ورانا في صباح الخير يا مصر أهلا بك يا دكتور صباح الخير صباح الخير أي كيف أن أهلا بحضرتك هتكلمين يا دكتور عن الموضوع ده أول حاجة خليني أعرف المشكلة يعني الأول أنا عندي مشكلة أعرف إزاي أن ابني مضمن ألعاب إلكترونية أو موبايل أو سوشيال ميديا وبعدين نبقى نتكلم على الحلول أعرف المشكلة إزاي الأول طيب هي الفكرة بالنسبة لي أن الإدمان هنا منقسم لشقين الإدمان اللي هو اللفظي زي ما بنقول كده اللي هي الدايمومة في استخدام أي حاجة يعني زي ما حد يقولك أنا أدمانت سماع الموسيقى أنا أدمانت قراءة القرآن فهي الدوام في الحاجة هي دي كلمة إدمان اللي هو التعود عليها لكن في أخطر من كده بقى في السوشيال ميديا هي فكرة إدمان المخدرات الرقمية دي كارثة تانية بس مش هنتطرق لأندي طبعا عايزة حلقة الوحدة اللي هي فكرة أنه بقى فيه فعلا دراجز حقيقية موجودة على الإنترنت وفيه برامج بتحقق نفس الإفكت على الإنسان ودي طبعا مشكلة كبيرة فلو هنتكلم على الأطفال لأنها لسه ما وصلتش شوية زي الشباب لمرحلة الإدمان الرقمي دي كارثة تانية هنتكلم عن إن هل هو مش قادر أنه هو يستغنى عن الموبايل هل بيجيله حالات مثلا من الغضب أو الهياجة العصبي لو أنت أخدت الموبايل منه كده إحنا وصلنا لمرحلة الإدمان بيعود أكتر من ثلاث ساعات أو يعني حسب الفئة العمرية هنقول من ساعتين لثلاث ساعات متواصلة آه دي مشكلة كبيرة ده منوم ده أقل حاجة أقل حاجة كده أنت بيتدخلي في مرحلة الإدمان ما هي بقى مشكلتنا دايما في إيه إن إحنا كأولياء أمور ما بناخدش بالنا من فكرة أن يعني مثلا ابني أو بنتي عايز أشغلهم بحاجة عشان أخلص مثلا حاجة المطدخ ولا بتاع فأخد ده عشان أخلص من زنهم بالضبط إنت بتخلص بالزن ده بأنك بتعمل ترحيل للزن مش أكتر لكن إنت ما بتلغهوش ففكرة الطاقة السلبية اللي أنت بتجمعها في ابنك أو بنتك دي كارثة لكن فكرة أن أنت قادر تفرق في المراحل اللي بيمسك فيها الموبايل قادر أن أنت تكون كمان قدوة حسنة أنا لسا زي ما بقوله حريك هي الفكرة أن الأطفال في المرحلة المبكرة تحديدا أو في مرحلة الطفولة المبكرة هو بيبقى عنده مبدأ التربية بالمحاكاة ودي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى فهو عايز يقلد بابا وممتو في أي حاجة ده سن قد إيه؟ اللي هو من أول ما بيتولد لغاية ما بيبقى في الثالثة ابتدائي تمام؟ دي تربية بالمحاكاة دي نعمة من عند ربنا اللي هو بيها دايما بمثلها بفكرة أن أنت مش محتاجة تقول اعمل الصح وعمل كذا وعمل كذا ده غلط دعيب ده حرام ده حلال لا هو مش محتاج كده هو مش محتاج أكتر من حياتك هتعمل الصح فهو يعمل زيك لو ممكن ولد يشوف ولد مش بنت كمان يشوف ممتو لابسة كعب عالي فيبقى عنده تطلع أن هو يلبس كعب عالي زيها بنت شايفة باباها بيشرب سجارة حتلاقها مسكت القلم وبتعمل زيه بالظبط كنوع من المحاكاة فالمهم أن الناس هتجي في الوقت ده تقولك طب أنا عنتي شغل على الموبايل طب أعمل إيه؟ غصبا عني أن الولد أو البنت هيقلده لا بفهمهم أن أنا بعمل شغل أنا مش قاعد على الموبايل بلعب أنا مش قاعد على الموبايل بعمل كذا فبوري أني فيه حاجة بالنسبة لي أنا بعملها في الوقت ده أو بوري له أني فيه أهمية أصلا أنا بعملها طيب في الحالة دي أنا أمنت الطفل أمنته بس ما بأمنوش بالتربية المتنقدة اللي هي التربية المتنقدة اللي هو ما قولوش خرش نام وأنا صاحي نفس القصة ما قولوش سيب الموبايل بطل الجيمز وأنا ليل ونهار ماسك الجيمز في إيدي على الموبايل ما هو كده عنده فضول لحاجة هو شايف أنه لو غلط أنت بتعمليها ليه طيب إفريدي أنا ما مش بالعب جيمز أنا ماسك الموبايل بتصفح مثلا بشوف المواقع تواصل اجتماعي لكن مش بالعب كل ما هتوضح للطفل أن أنت بتعمل حاجة مهمة دي شغل أنا مش بالعب مش بهزر خلاص مش بتكلم عن الشغل والمهم يعني أنا بتكلم حاجة هي كمان غلط بس أصد بعيدة عن الألعاب الإلكترونية خلاص بطل الغلط هل هنا نقدر أنصحه أنه يبطل الألعاب الإلكترونية بص أنا بكلمك كأب هل من المنطق أن أنت تؤمر بحاجة غلط طبعا لا وانت بتعملها طبعا معايش لأنه هو عنده المحاكاة دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى هو عنده مبدأ المحاكاة سافة يا دكتور وعنده التطلع دايما أنا لو أنا أم عادة بتفرج علينا دلوقتي هقول إيه أنتوا في التلفزيون بتنظروا فما قصدي يعني بسراحة أنه الست بتسحى من صباحات ربنا تروح شغلها ترجع عايزة تعمل الأكل وبعدين تقعد مع عيالها تذكر لهم فلما تقعدهم بقى على الموبايل أو على قدام التلفزيون أو 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 بالساعات عشان هي ينزلوا من على دماغها شوية عشان تعرف تعمل الأكل أو غيره أو غيره النهار ده هي هتقول تبعا عمل إيه ما هما لو أنا ما عملتش كده هيمسكوا فيي أنا هيبعيزين أن أنا عادة معيهم أنا هضبخ إزاي ما هو زي ما كنت هزاكر لحكم إزاي احنا ما بنعملش أكتر من فكرة الترحيل للزن لكن ما بنبطلوش والفكرة بقى أن الترحيل ده يعني أنت المفروض تقطك بتطلعيها في ساعتها لو ما طلعتش بيحصل لك كبت وبيحصل لك تراكم فبالتالي أنت بتعمل ترحيل لمبدأ الزن اللي بتتكلم علي ده الست اللي داخل تطبخ دي دلوقتي النهار ده مثلا وداخل كمان شوية تطبخ ابنها الصغير اللي عنده ثلاث سنين الشقي ده اللي قاعد بتنطط في كل حتى يعمل إيه ومو ده استغلالك بقى أنت للوقت كأم يعني أولا أنا عجبني جدا فكرة أن أنتوا لفتوا النظر حتى طب للبدائل نعمل إيه لأن أنا عندي مثلا الأمهات بيقولوا طب إحنا مش عارفين نخليه بطل بيعود يرفص ويتعفلط ويعايته بيصعب علي فبدي يقولوا لا إحنا لازم نخلق بدائل لو حدريك هتستغلي حاجة زي دي كفكرة مؤقتة يعني أنت بس في خلال ساعة لربع هتكوني مخلاصة اللي وراكي شغالي التلفزيون شغالي جهاز يكون مكبر بلاش الأجهزة الملتصقة بالجسم لأن دي بتدي برضو نوع من الدايمومه أكتر وأكتر يعني الطفل عنده استيعاب برضو كويس جدا أنه هو يشوف شاشة التلفزيون ليه بخليها شاشة موبايل بس مش غلط كمان التلفزيون ما هو التلفزيون بقى أنت عندك قنوات محددة للأطفال عندك برامج معينة عندك محاكاة مثلا لفيلم أنت متأكدا أنه ما فيش فيه أي مثلا مش هتخارج أو حاجة ملفتة فبيبتالي هو بيبقى محاكي معاه الأطفال بتحب تفرج على الإعلانات حتى يعني الموضوع مش قزمة ما نحاولش دايما نحصر نفسنا في فكرة الخطر اللي هو المحتوم فهو أنا لازم أحط ابني في الخطر لا في بدائل كتير جدا بدليل أن احنا كلنا وكنا أطفال ما كانش عندنا موضوع الموبايل ده اتواجد منين منين احنا كأهالي دلوقتي بيوت كتيرة جدا ما عندهاش اهتمام بموضوع الموبايل لأن ما فيش مبدأ الموبايل ده في البيت ولازم أكون مقتنعة كمان كأم أن في بدائل كتير جدا هتطلع الطاقة السلبية اللي جوه أولا دي بشكل صحيح عايزين نقولها للمشاهدين ده بقى الحل الأمثل أنا صراحة عجبني جدا أن أنتوا فعلا بتلفتوا النظر للموضوع ده لأن كل الناس بتتكلم على الصعيد إفاكت الخاصة بالسوشيال ميديا والأجهزة اللوحية لكن ما حدش قالي العلاج يعني دي برضو كارثة كبيرة طيب العلاج بالنسبة لي أن أنا هتعامل أن ده طفل الله أهو وانا ممكن أتعامل أن ده مش طفل آه في ناس كتير جدا بتعامل مع أولادها أن لا هم فاهمين وعارفين فخلاص شكرا لا هو سطل طفل يا جماعة فبالتالي كل ما حديله بدائل كل ما هيشتغل عليها كل ما هيحاول أبعد الحاجة المغرية بالنسبة له أو السياقوي زي ما أنت فجأة مثلا بتلاقي أن ما عنديكيش قهوة في البيت طب هلشوف البدائل طب خلاص هشرب شاي اللي هو أمر واقع طب خلاص هشرب نسكة فيه طب هدور على بدائل وبعملها الطفل نفس القصة أنا بخلق له البدائل لازم يكون أولا عنده مشاركة مجتمعية لازم يتعلم يعني أنه هو يوضب قطه أنه هو يوضب المكتب بتاعه أنه يعني إيه رتب دولابه يعني إيه شاركني في أعمال المطدق قدر الإمكان بشكل سافتي أكتر طبعا إزاي أنه نقدر أعلمه الاعتمادية أصلا بأنه يعني يكون فعلا قادر أنه هو يعمل استبالة لنفسه في حاجات كتيرة جدا أنه هو يساعد باباه في أعمال الشغل أنه هو ينمي موهبة معينة عنده أنه نهتم بالألعاب اللي بتهتم بمجال الإدوكيشن أكتر أو أكتر زي البازل زي الميكان وزي الحاجات اللي هي بتعمل أفاق فعلا كويسة زي الليجو حاجات كتيرة جدا ما شاء الله تقدر أن هي زي ألعاب المنتصوري دي حاجات رائعة رائعة منها هتلفت نظري لإكتشاف موهبة الطفل وإكتشاف قدراته لأنه دي مهمة جدا إكتشاف قدرات الطفل منه هو صغير دي بتسهل علي طريق كبير جدا جدا وفي نفس الوقت أنا تجنبت الرزق اللي أنا ممكن أدخل فيه بشكل غلط محدش يقول لا ده أمر واقع لا كان زمنه أمر واقع من زمان ما احنا طلعنا ناس أسوياء هو الله يا جماعة بدون موبايل ولا أي حال يقولولك بقى الزمن غير الزمن والزمن هنا سريع وحياتنا سريعة والوقت بيعدي بسرعة والكلام ده كله الستات بتشتغل دلوقتي كده يعني أحاول ألفت النظر بقى لمحدودية الوقت أو لخطورة الموقف وفي نفس الوقت بدل ما هعملوا أنه أمر واقع هعملوا حافز يعني خلص يوم ذكرتك هتاخذي الموبايل لو نمتي بدري النهاردة هتاخذي الموبايل لو خلصنا التاسك اللي ورانا اللي إحنا مكلفين به في البيت ممكن تاخد الموبايل النهاردة الوقت كذا بعض الناس بيقولوا بلاش حاجة أو صد حاجة هل ده يعتبر كده؟ لا مال هتدخل الحافز إزاي بس انت اعتبروا أنه هو حافز بالنسبالك خلاص وحافز إيه اللي هو في أضيق الحدود يعني مثلا أنت مثلا بتكلم أن أنا في البيت كله مثلا بينامس ساعة 9 بينامس ساعة 10 فأنت هتطلع الحافز ده مثلا إيه الساعة 9 عشان بيتنامس ساعة 10 فأنت ديت محدودية حتى للوقت غصبا عنه اللي هيقعد فيه طيب مع مراعاة إن إحنا كلنا نكون في نفس الـ مفهوم طبعا هل إدمان الألعاب الإلكترونية ليه تأثير نفسي على الأطفال طبعا طبعا فكرة الاندماج أو انخراط الطفل أكتر من اللازم على الألعاب الإلكترونية وخاصات الألعاب الخطر دي بتمثل بالنسبة له تلف ممكن توصل لحد تلف خلايا المخ إلى جانب اختزال العصبية واختزال التاقة الحركية بشكل غير عادي على فكرة أنا أعرف حالات فلن حصل لها تلف ده ده حقيقي ده حقيقي بصي هو فيه خطأ دايما وارد ما بين الناس ومين بعضها لأن احنا بقى عندنا كتيرة قوي على السوشال ميديا الشخصية السودوية والنرجسية والمشارفة الحاجات دي خلت ناس كتير جدا يسقطوا على فكرة الموبايل عشان برضو نصحح علميا أن الطفل بيجيله توحد من الموبايل علميا مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة مفيش حاجة اسمها كده لكن ممكن يصب بعض السمات الشبيهة للتوحد آه ده موضوع تاني تمام فنبعد بس موضوع القتازم ده عن القصة خالص ومروش علاقة بالموبايل لكن ده طبعا مش مبرر أن احنا نتعامل مع الموبايل لا طبعا طيب آه 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 عايزين نقول ايه تاني أنه ممكن يجي له تلف من المخاطر الأعلى العاب الإلكترونية شو في بقى احنا عندنا مخاطر نفسية وفي عندنا مخاطر صحية المخاطر النفسية بداية هي فكرة أن الطفل وانخراطه الزيادة عن اللازم هيخليه يفرز هيرمونات هو مش المفروض أن هي تحصل معا زي مثلا الدوبامين من فكرة الانفعال الزيادة يعني تعالي عند الأطفال مثلا هي بتلعب الجيمز على الموبايل أنت ممكن تقربي منهم تبصي تلاقيه في حالة صورة وهياك غير عادية ممكن تعدي من قدامه وهم مش شايفينك ممكن تحصل كرسة في البيت وهم يعني أوتوفي سيربس فعلا يعني ده كله نتيجة إن هما فعلا بيبقوا في غلاف من الحياة الافتراضية بشكل غير عادي فدي كرسة كبيرة جدا إلى جانب بقى أن هو طبعا بيقلل التركيز بالنسبة للمذاكرة لأن ما بيبقاش فيه استعداد للتفعيل العقلي بشكل كبير زي مثلا الحاجات اللي هي التعليمية طب إلى الجانب الصحي بقى أولا بقى عندك نسب اكتئاب عالية جدا على مستوى العالم في الأطفال ودي ما كانتش بتحصل ما كانش بيحصل موضوع الاكتئاب مع الأطفال ده ابتدى يظهر نسب عالية جدا على مستوى العالم وده طبعا بإحصائية رسمية ابتدى يبقى فيه مشاكل في العين كتيرة جدا نتيجة تحضق العين زيادة عن اللازم شدة التركيز بتخلي الطفل ما يرمش بالرمش الطبيعي تبتخيل الدرجة ايه فبالتالي بيحصل بقى قرح وجفاف في العين ومشاكل كتيرة جدا احنا في غنى عنها هتخيالي ما ده الإفاكت عليه طيب ابتدى يحصل جلطات مع الأطفال ما كانتش بتحصل قبل كده في الهيستوري القديم ده خالص ليه نتيجة الجنوس أكتر من اللازم والسبات الأكتر من اللازم للجسم اللي بيعمل للأسف تخصر فيه الدم وحدوص الجلطات بشكل أو بقى تعالي بقى الطفل عنده تسع سنين عشر سنين ظهري وجعني بيظهر عنده قتب عنده مشاكل في المفاصل نهيكي عن طبعا التغيرات الكيميائية اللي بتحصل في الدم من نتيجة الانفعال الزائد للأطفال لذلك بحدش يستغرب من فكرة إن حد مش عالفها لعب لعبة إيه مش عايزة أسكر أساني جالوا سكتة قلبي آه ارتفع عنده هرمون الأدرانيين الأكتر من اللازم فالدنيا تستطب بالنسبة هل كل الألعاب الإلكترونية ده تأثيرها يعني اتكلمنا عن إن فيه ألعاب بتكون فيها خطر وبتدخل الطفل كده في موت جد وعنفه وقتله فده ده مفهوم لكن فيه ألعاب تانية زي الأتار اللي كنا بدل عامها زمان وسوبر ماريو وصابوي والحاجات اللي هي اللذيذة دي برضو ليها تأثير شوف حرجك هي كل ما بتكون المنتج بتاع الأبس اللي بتنزلك من الجيمز دي مش مصرية أو مش عربية فهي مش أمنة عشان أكون يعني وان وي معاك الألعاب اللي بتنزل أو الأفلام اللي بتنزل عن طريق ديزني وعن طريق الشركات الأجنبية أنت بتتكلم في وي مخالف ومغير تماماً لنا كعقائد وكتقاليد وليها استهداف خاص مش ضروري نحن نتكلم بتفاصيل أكتر من كده فكر مزروع في وسط الألعاب بالظبط على فكرة حتى استهداف عصبية الطفل ده هدف فعلاً زمان لما كنا بنلعب على فكرة ألعاب زي جي تي اي مثلاً في حاجات معاينة تتنافى معنا مع معتقد يعني مع احنا كعرب كمصريين مع قيمنا فأنا بتكلم انه مش بس انه خطر فكر بيتصدر لنا علاقة كمان ده هو أنا فعلاً أعرف حالات حصل ده لازم كمان تكوني مستوعبة كأم لأن احنا برضو بنواجه حالات كتير جداً يعني مثلاً بيرانت تقول لي يا دكتور ده في المدرسة بيشتكوا عبطول ان الولد مهايبر جداً عدواني وبيع الولد هادي جداً في البيت فاتبص تلاقي لما المدرسة بتشتكي شكوى زي دي المدرسة على حق وصادقة والأم برضو صادقة ولكن في الحالتين في مشكلة لأن أنا لما شفت الولد هادي في البيت شفته هادي عشان هو ماسك موبايل شفته هادي لأن هو بيتضرب عشان يسكت شفته هادي لأن فيه فكر مغاير عند أولياء الأمور بيقول ان الطفل كل ما يقعد هادي كل ما يبقى مؤدب بالعكس فبالتالي هو بيختزل هذه الطاقة وبيطلعها فيه المكان اللي مفيش فيه موبايل في المدرسة فبيبتدي يطلع كل الطاقة الحركية اللي قلنا عليها بقى اللي هي المختزلة في الأول اللي هو الزن المؤجل وبيطلعوا على هيئة تصرفات عنيفة تجاه الآخرين بدون وعي فأرجو برضو أن دايماً المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور يكونوا فعلاً يعني على قدم الوثق لمصلحة الطفل احنا مش في حرب ايوة احنا مش في حرب يعني هيا الفكرة مش فكرة أن الولد بيتشاقف أنا كده بقول أن ابنك مش بتربي خالص فيه فرق كبير قوي ولا أن أنا بقول أن ده هادي نفهم يا جماعة فالمدرسة تفهم أن لا هادي ازاي بقى كده ده مريض لا يا جماعة لازم يكون فيه كونتاكت صح يوصلني إيه الحالة التصاحب تحت الولد ده طبعاً هي مسؤولية الاب والأم لكن أعتقد المسؤولية أكبر على الأم خاصة لو كانت رب تمنزل وقعد مع الأطفال ده أكيد ده أكيد خاصة أن الأم بتعتبر هي يعني وعاق الأول ده كلام يريحون في نفسهم مش ده أكيد ده فعلاً خاصة بس هما بيجوا في النهاية الأمهات هي مراحل عمرية الأمهات يقولوا طبعاً ويلعبوا براحتهم وأنا أقول لهم لا فأنا وحشة وانتهى هو للأسف فعلاً إحنا بنتعامل في شقين في الموضوع ده الشق اللي هو اللي الدنيا فيه استيبول مثلاً مع الأسرة وهي فكرة أن أب بيشتغل أو العكس على فكرة ما هو ده وارد جداً دلوقتي فدايماً حد فيهم بيحاول أنه يباني أنه أنا المتحمل على عطق المسؤولية كلها فإنت لما تيجي لأ أنت خلاص خليك مرتاح لأ هو المفروض أنه فيه حاجات كثيرة قوي بتبقى دور الأم في المرحلة حرارة أولية هل يحاول يبين للأسف في بعض الأمهات ما عندهاش أوبشن تاني لكن هي المسؤولية مشتركة زي ما نقول احنا بنشكر حضرك طبعاً جزيلاً شكر شرفتنا ونورتينا دكتورة ولاء شبان استشاري الصحة النفسية والعلوم السلوكية والخبير التربوي برسيل حضرتكم جدا برسيل حضرك يا فندم